ببقى اننا بنتكلم شرطة نروح بسرعة جيش والنهاردة ضربة عسكرية نجحة جدا من قواتنا الجوية الحدود الغربية المصرية اللي مع الشقيقة ليبيا اللي عاملنا نصداع طول الوقت واللي طول الوقت بنقول نأمنها ازاي ونزبطها ازاي وكذا القوات الجوية اثبتت انها هي القادرة على تأمين هذه الحدود من خلال الاستطلاع الجوي المستمر على مدار 24 ساعة واللي تقلنا من القوات الجوية الاسبوع اللي فات ومن الخبراء العسكرين دخلوا معنا التليفون ان دلوقتي بعد يعني سيطرت القوات الجوية على الاجواء كلها في الصحراء الغربية وحدود المصرية والليبية مفيش نملة تخش ان شاء الله ان شاء الله والدليل هذه الدربة نهاردة القوات الجوية رصدت عشر عربيات دفع رباعي اللي هي الفور باي فور بتحاول اقتحام الحدود تعاملت معها القوات الجوية وقضت عليهم تماما واكتشفنا ان العربيات العشرة كانت محملة بالاسلحة والذخيرة هتقولولي ضربة موفقة ضربة موفقة جدا وفوق ايها كمان كل عربية من العشرة للضرب كل عربية ايه كل سلاح في كل عربية من العشرة العربيات للضربوا معناها عشرات الارواح من المدنيين المصريين ومن الشرطة ومن الجيش اللي ربنا استنقذهم عشان كده بقول لكم كل ضربة تعملها الشرطة او الجيش لازم نفرح بيها جدا ونقدر هذا المجهود الرائع لانه بينقذ ارواح كتير الله اعلم السلاح ده كان حيقتل مين كان حياخدني ولا ياخد اخويا ولا ياخد ولادي ولا ياخد كذا ولا ياخد حضرتك ولا ياخد كذا فزي ما بنزعل في الاحداث الوحشة لازم نفرح كمان بالضربات الموفقة